بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهل مؤصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه إلى الله معكم نتوقف من مملكة الدرويش إلى الناس جميعا هنا حديث أهل العلم وأهل المعرفة وأيضا أهل الوعي بحقيقة التصوف هناك الكثير من الحكاية الشعبية التي تحكى وتسرد عن التصوف وأهله وهناك الكثير من القواعد والأصول التي تؤسس وتؤصل لعلم التصوف متى بدأ الحديث عن التصوف؟ وماذا في أحوالي ومقامات أهل الله؟ أيضا في هذا الحال هناك أحاديث عن زيارة الأضرحة وعن القبور والكثير من التفاصيل بينما هو متفق عليه في الشريعة وما هو مخالف لهذا أذكركم أيضا بحديث الرسالة القشيرية وما ذكر لنا الإمام أبو القاسم الكشيري الشافعي رحمه الله حين تحدث في أبواب واصف بأنها تؤسس لروح التصوف ولعلم التصوف ولحقيقة الصوفية أذهب معكم إلى باب الرضا حيث قال القشيري رحمه الله إن في عصره اختلف الناس حول الرضا فقال البعض الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل ومعناه ما يتوصل إليه العبد باكتسابه أما البعض الآخر فقالوا إن الرضا من جملة الأحوال وليس ذلك كسبا للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال نقل أيضا وقال يمكن الجمع بين اللسانين فيقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات ونهايته من جملة الأحوال وليست بمكتسبة يتحدث بعد ذلك ويقول تكلم الناس في الرضا فكل عبر عن حاله وشربه فهم في العبارة عنه مختلفون كما أنهم في الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون أما شرط العلم والذي هو لا بد منه فالراضي بالله سبحانه وتعالى هو الذي لا يعترض على تقديره ثم يقول قال المشايخ الرضا باب الله الأعظم بين هذا وذاك نذكر الله ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وننطلق معكم في طريق جديد إلى الله من مملكة الدرويش ترجمة نانسي قنقر